شمطات قطاع غزة الفلسطيني قامت الخميس باتلاف وحرق 15 طنا من شوكولاتة مارس وسنيكرز بعد سحبها من الاسواق اثر حادثة قطعة البلاستيك التي طالت مؤخرا منتجات شركة مارس العالمية مصلحة حماية المستهلك في القطاع بالتعاون مع مختلف المصالح اشرفت على هذه العملية الوقائية من خلال جمع المنتجات المعنية يتم اتلاف شوكولاتة سنيكرز ومارس وذلك جمع من الاسواق والمحلات التجارية بعد التنسيق مع التجار المستوردين لهذا المنتج احوالي ما يقارب اربع تجار وتم تبليغ بجمع كميات من الاسواق الشوكولاتة من بين المنتجات التي يسمح بدخولها الى قطاع غزة الذي يشهد حصارا خانقا منذ 2007 ويذكر ان شركة مارس الهولندية كانت قد قررت الشهر الماضي سحب منتجاتها من 56 دولة عبر العالم بعد اكتشاف قطعة من البلاستيك في احدى اعمدة الشوكولاتة التي تنتجها